السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي رسالة لأستاذ عمر خالد من شاب مصري يعني أستاذنا حضرتك دايما كنت قد ولينا في كل حاجة ودايما كنت بتعلمنا الإيجابية ودايما كنت بتحسنا أن احنا ما نبقاش سلبيين بس أنا ليه اعتاب عند حضرتك؟ ليه حضرتك سلبي عن المشاركة في الأحداث الأخيرة؟ ليه حضرتك مدتناش عمرك أي دليل على انتماء حضرتك السياسي أو على رأي حضرتك في السياسة؟ هل ده معناه أن حضرتك بتقول لنا كنت سلبيين سياسيا؟ استسلموا للظلم ما تغيروهوش؟ ولا ده معناه ايه؟ يعني أنا بستغرب ليه دكتور عمر خالد عمره ما لنا هو مع مين؟ ولا ضد مين؟ ولا هو موافع اللي بيحصل دوت ولا لا؟ وأنا مش عارف هل هو دوت منهج الصحابة؟ هل هو ده منهج الرسول عليه الصلاة والسلام اللي علمهونا؟ ولا هل حضرتك تودى أن غير ذات الشوكة تكون لك؟ يريد حضرتك تساعدنا ويريد حضرتك عشان حضرتك قدوة لكتير يريد حضرتك تظهر لنا انتماء حضرتك السياسي وتساعدنا على المشاركة السياسية لأن أنا شايف أن خصوصا في بعض الأحداث الأخيرة مفيش حجة للي مش عايز يشترك في السياسة إيه مشكلة لما نتأذي؟ حضرتك اتطردت من مصر وتوقفت عن العمل فيه إيه اللي ممكن يحصل لعمر خالد أكتر من كده؟ شكرا جزيلا